معايا عبر سكايب الآن أحد لعيبي فريق الاتحاد المنستيري ياسين الشيخ الولي اللعب الموريتاني المميز المنضم حديثا لفريق الاتحاد المنستيري يا فندم مشرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 كابتن ياسين مشرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 بداية عندكم وجهة قوية وكبيرة جدا أمام نادي الزمالك يوم الجمعة القادمة في افتتاح البطولة العربية كيف تنزل لهذه المواجهة الكبيرة سمع ليك كابتن أنا سمعك كويس بس ألك على مواجهة نادي الزمالك يوم الجمعة القادمة في البطولة العربية كيف ترى هذه المواجهة الله الحمد لله بسم الله والسلام 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 بالنسبة لمباراة الزمالك أكيد مباراة قوية أنه الزمالك عاد أفضل لإنبية العربية ومنذ مستوى أكيد معروف يعني لا يخفى على أحد بالتالي ما رح تكون مباراة سهلة لكن إن شاء الله كلهم اتفاعلين حيراً إن شاء الله أنت منضم حديثاً لفرية اتحاد المنستيري كيف ترى استعداد الاتحاد المنستيري وطموحه لهذه المباراة وهذه البطولة العربية نحن قبل الاتحاد المنستيري هو نادي يتطور في هذه الأولى الأخير وكيد الإمكانيات في مستوى البطولة لكن نفس الشيء نحن نعطف لك الزمالك نهاجه كبير ومكانيات كبيرة يعني الاتحاد المنستيري التحضيرات كانت مناسبة وإن شاء الله خير المتفاعلين خيراً بالرغم أن الزمالك نافذ بالبطولة المصرية وكذلك يمكن أن تأسساً ببس هذا العام لكن بائما الزمالك عند المستوى مثل ما قلتك أن الزمالك يبقى نادي كبير حتى ولوه نافذ بالدول وشيء الزمالك منافس كبير تعرف مين من نجوم نادي الزمالك تتابع مين من نجوم نادي الزمالك في الوقت الحالي لو تعرف أسماء العبين كل النجوم تتابعين كل النجوم تتابعين براية الزمالك طيب الانتحاني من السري أكيد يعلم أنه في مجموعة صعبة فيها الزمالك وفيها الشباب والنصر مجموعة صعبة طموحكم إيه في هذه المجموعة قادرين على الصعود من هذه المجموعة المنافسة إجبار المنافسة إجبارية يكون عندنا حضورة إن شاء الله ويمكن على الورق يمكن أن نحن يعني ما يكون مرشحين نظراً لقوة الخصم الزمالك وناجي الاندية الصعودية وكل سوى الشباب ونصر الاندية قوية ومكانية كبيرة لكن ينفس الوقت دائماً في الأخير 11 ضد 11 في المنعب ولازم نكونوا شاهدين المنافسة لو قدر لكم الصعود عن هذه المجموعة هتحب تشوف مين صعد معكم عن هذه المجموعة بالنسبة لي أنا أتمنى الزمالك تتمنى أنت أصلاً بتشجع على الزمالك أكيد أكيد بتحب الزمالك بتحب يعني أنت بتتفرج على الزمالك من الزمان ما تليفون ما تليفون أدو موسط أكيد يعني أنت بتتبع الزمالك من زمان نعم من زمان أنت أرى الزمالك مين من لعبي الزمالك تعرفهم من زمان يعني بتتفرج على مين من زمان شخصياً ما أعرف لا بتتفرج بتتفرج على مين كمان أكيد على شيكبال على سيزو إيباك أنت دي أول تجربة خارج موريتانيا ولا كنت بتلعب قبل كده يعني قبل وقته مستري لا عابت من قبل في الدور العماني كذلك مع عابت في تونس قبل الإصابة آه مواجهتكم قدام إذا ما لك تتوقع تنتهي إزاي؟ تنتهي بنتيجة إيه؟ آآ لا أتوقع شي كل الأمر أنه نحن إن شاء الله مستعدين للمبارات مثل ما قلت لك ما يعني ما هي مبارات سهلة لكن إن شاء الله قندي التونس إياه عندها مستوى خاص به ملاعب خاص بالتاري دائما إن شاء الله نتفاعلين في حالك كابتن ياسين الشيخ ولي لعب فريد حال منستيري التونسي أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر سكايب قبل مواجهة نادي الزمالك في البطولة العربية يوم الجمعة القادمة في افتتاح مباريات الفريقين ترجمة نانسي قنقر